لماذا يمر شهر رمضان بسرعة وأكثر من المعتد؟ نكاد لا نشعر بالوقت أيها الأحبة فالزمان يتقارب كلما اقتربنا من يوم القيامة هل هذا دليل على اقتراب الساعة؟ وماذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن تقارب الزمان؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة السنة الماضية قلنا أن رمضان مضى بسرعة ولكن في رمضان هذا 2024 سبحان الله نحن الآن تقريبا في منتصف شهر رمضان أو أكثر ولم نشعر إلا كيوم أو يومين وكأن الأسبوع تحول إلى يوم معظمنا إذا سألته مضى أكثر من نصف رمضان لا يكاد يصدق لم نشعر بالزمن قبل عشرين أو ثلاثين سنة أو حتى لو سألنا من عاش قبل مثلا خمسين أو ستين سنة يقول لك إن شهر رمضان كان يمر طويلا وكان الناس بالفعل يشعرون بكل يوم يمر كل يوم يوم كامل الآن تجري الأيام بسرعة أيها الأحبة وسبحان الله السنة الماضية كما قلنا مرة سريعا ولكن هذه السنة أسرع وكأن هناك منحن بياني لسرعة مرور الزمن الزمن أيها الأحبة كأنه ليس ثابتا مع للم أن القياسات الفيزيائية تخبرنا بأن الزمن ثابت ولكن حقيقة إحساسنا بالزمن يتسارع لم نعد نشعر بهذا الزمن وكأن البركة نزعت من الوقت أنا لدي حديث هنا أخي الحبيب يربط النبي عليه الصلاة والسلام بين قيام الساعة وبين ما نراه اليوم يعني انظر من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطيك مجموعة من الإشارات إذا رأيتها أدرك أن الساعة أصبحت قريبة الحديث طبعا صحيح في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم بدأ بالعلم هنا ننتبه أخي الحبيب بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بموضوع العلم الذي يقبض وفسر لنا ذلك في حديث آخر أن العلم لا يقبض بانتزاعه من صدور العلماء يعني لم نجد عالم ينزع منه العلم لا بل يقبض بقبض العلماء بموتهم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا للأسف بدأ اليوم هؤلاء الرؤوس الجهال يظهروا يتحدثون بغير علم يتحدثون بغير خوف من الله فيضلون ويضلون يضلون الناس وهم أنفسهم يضلون أيضا وسبحان الله كل يوم نرى فتوى أو نرى رأي لأحد من يعني يدعون العلم يتكلم بالعجائب يناقض كل أسس الدين هذا من علامات قبض العلم التي حدثنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام مع العلم أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد يتصور أن هذا يمكن أن يحدث وتكثر الزلازل إذن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل بالأمس كان هناك زلزال في المغرب وفي تركيا وفي أماكن لم نكن نألفها ويقول العلماء هناك أيضا العشر سنوات القادمة ستشهد أعداد كبيرة من الزلازل المدمرة نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا ولكن هذه إشارة ينبغي أن نستعد لأن كل واحد مننا معرض للموت أخي الحبيب فينبغي أن تستعد للقاء الله لقاء الملك سبحانه وتعالى العلامة الثالثة ويتقارب الزمان هذا هو الذين عيشوا اليوم إذا حدث أمر على بعد عشرة ألاف كيلومتر تستطيع ليس فقط أن تعلمه بل أن تشاهده بنفس اللحظة خلال جزء من ثانية ينتقل الخبر عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنت وبسرعة الضوء تخيل الزمان يتقارب المسافات تتقارب أيها الأحبة بنتيجة الأحداث الكثيرة التي نراها كل يوم يعني أنت جالس في بيتك تستطيع من خلال جهاز الموبايل هذا الجهاز الصغير أن تنتقل إلى كل دول العالم لتشاهد ماذا يحدث في أي مكان بنفس اللحظة فهناك ملايين القنوات على موقع واحد فقط هو يوتيوب ملايين ملايين البثوث تصور هذا التراكم في المعلومات يأتيك من كل مكان وبنفس اللحظة أفقدنا إحساسنا بالزمن أصبح الزمن يجري بسرعة لا نشعر به لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يقول لنا يقول لك أخي الحبيب أيها المؤمن إذا رأيت هذه العلامة وهي التقارب الزمان الزمان يصبح أسرع لا نشعر به إذن اعلم أن الساعة أصبحت قريبة العلامة الرابعة في هذا الحديث وتظهر الفتن سبحان الله الفتن الفضائح الحروب وبخاصة ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم كلها فتن لو نظرت إلى مخطط العالم الإسلامي تجد الكثير من الحروب والفتن بين الناس مسلم يقتل مسلم انهيارات اقتصادية كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل تجد اليهود يبثون هذه الفتن بين الشعوب الأرض وبخاصة المسلمين فتجد أننا نعيش بالفعل عصر الفتن هو ما أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي كانت عندما تحدث فتنة بين قبيلتين يتم تداركها وانتهى الأمر أما اليوم الآن أنا أحدثك الآن وهناك ملايين الفتن تحدث الآن في كل لحظة الفتنة في فلسطين مثلا بين يعني الشعب نفسي الفتنة في الوطن العربي الفتنة في العالم الإسلامي يعني فتن كثيرة جدا تحدث حتى فتنة الرجل مع أهل بيته بسبب المواقع الإنترنت والمواقع الإباحية ومواقع التواصل وحالات الطلاق تصل إلى خمسين بالمئة في بعض الأماكن من العالم الإسلامي تصور أخي الحبيب كمية الفتن التي ليست فقط في الحروب وبين الناس والشعوب لا في داخل بيوتنا أيضا وتظهر الفتن ظهرت أصبحت واضحة حتى أصبح بالإمكان أن ترى هذه الفتن تستطيع أن تفتح على هذه موقع تيك توك مثلا البثوث المباشرة هذه وترى الفضائح والفتن وهذا يتحدث على هذا وهذا يشتم هذا وهذا يثير فتنة مع هذا أصبح عصرنا عصرا مظلما للأسف وتظهر الفتن العلامة الخامسة ويكثر الهرج لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج طبعا هذا مصطلح أو كلمة جديدة على العرب فقالوا يا رسول الله ما هو الهرج؟ قال القتل القتل يعني كثرة القتل سبحان الله أصبح القاتل يقتل من دون سبب وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل كثرة القتل أصبحنا نجلس متسمرين أمام شاشات التلفزيون نحصي عدد القتل هنا وهنا 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 تصور هذه الظاهرة لم تكن موجودة زمن النبي بل لم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ بها سبحان الله وأخيرا حتى يكثر فيكم المال فيفيد انظر اليوم إلى ظاهرة كثرة المال ولكن مع قلة البركة فيه يعني حتى هنا أنا أرى ألمح ملمحا لطيفا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا أن المال يكثر يكثر هذا المال بين أيدي الناس ولكن ليس له قيمة بالفعل أنظر إلى قيمة أي عملة تريد أن تدرسها قبل خمسين أو مئة سنة كانت يعني العملة الواحدة توازي مثلا غرام ذهب أو أربع غرامات ذهب أو أكثر اليوم كم توازي لا شيء كثر المال وفاض ولكن ليس له قيمة سبحان الله إذن هذه علامات أخي الحبيب دعني أعيد هذا الحديث ينبغي أن نتدرسه أن نفكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام لمجرد يعني معلومات عمل هو قاله لنحفظه لنتدبره لنعمل استعدادا لهذه الساعة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج أي القتل ويكثر المال فيفيد حتى يكثر فيكم المال فيفيد يصبح فائضا عن الحاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مال يذكر كانت معظم المعاملات تتم بالتبادل تأخذ سلعة تعطي سلعة مكانها نسبة العملة كانت قليلة من الذي أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي زمن هو اليوم 2024 الزمان يتقارب العلم يقبض ويكثر هؤلاء الجهال الزلازل تكثر الفتن تكثر تظهر القتل يكثر كما نرى اليوم والمال يكثر فيفيد من أخبره بكل هذه الأشياء مع العلم أنه أنه لا يمكن لإنسان قبل 1400 سنة أن يتخيل ما يجري اليوم في واقعنا لذلك أقول أحبتي في الله ينبغي أن نسارع للتوبة إلى الله عز وجل ينبغي أن نصلح علاقتنا مع الله ينبغي أن ننظر لمصلحتنا مصلحتك الشخصية أن تنظر ماذا ينتظرك بعد الموت وليس الآن الآن أنت لديك مصلحة مؤقتة في بناء بيت محل دراسة تجارة زوجة سيارة إلى آخره كل هذه مصالح مؤقتة أما المصلحة الشخصية الدائمة تبدأ من لحظة الموت وما بعد إذن أخي الحبيب ينبغي أن تفكر بما بعد الموت إذا أردت أن تفوز بنفسك وأن لا تكون من الخاسرين قل إن الخاسرين ليس الذين خسروا تجارة أو شيئا في الدنيا لا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين برحمته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق